بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة السهيل أهلا بكم أعلن المتحدث الرسبي باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الروغ ترك المالكي أن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ثمان طائرات مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المدنيين والأعيال المدنية في المملكة وضف المالكي أن الميليشيات الحوثية أطلقت أيضا ثلاثة صواريخ باليسية من محافظة صعدة باتجاه المملكة مؤكدا أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض صاروخين باليسيين باتجاه مدينتين جران وجيزان نعات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد الروغ ناجي علي حنشل الذي استشد وهو يؤدي واجبه الوطني خلال مشاركته في قيادة عمليات دحل ميليشي الحوثي وتحرير ما تبقى من تراب الوطن بمنطقة الصرواح غربي مأرب وقالت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في بيان كان الشهيد واحدا من القادة الذين نذروا حياتهم وأنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عن مكتسبات وقيم الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية وأكد البيان عزم القوات المسلحة واتزامها بالمضي نحو استكمال معركة الكفاح حتى تحرير كل تراب الوطن والسعادة الدولة والأمن والاستقرار والانتقال لبناء الدولة دعت أحزاب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية أبناء محافظة البيضاء وكافة الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب إخوانهم من أبناء الجيش الوطني في معركة الدفاع عن الجمهورية ومقاومة غطرسة الميليشيا الحوثية وسلوكها الهمجي ومحاولاتها كسر إرادة الشعب وأكدت الأحزاب في بيان وقوفها إلى جانب أبناء وقبائل البيضاء الرافضين لطغيان ميليشيا الحوثي وعدوانها الغاشم وشددت على ضرورة دعم وتحريك جميع الجبهات لمواجهة الحملة العدوانية التي حاشدت لها ميليشيا الكهنوت الإمامي بنسختها الحوثية أكدت الحكومة اليمنية في اجتماع الاستثنائي لها عبر الاتصال المري أنها كانت حريصة وبنوايا جادة على تنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاق الرياض ورحبت الحكومة بدعوة التحالف العربي بقيادة السعودية لوقف كافة أعمال التصعيد في المحافظات المحررة وإعلاء المصرحة العليا للوطن من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض تونى تأخير أو انتقاء وقالت الحكومة إن الصبر ومراعاة مصالح الشعب اليمني لا يعني السكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعدم التفريق بأي حال من الأحوال بالثوابت الوطنية عبرت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ والسنكرها الشديد إذا ما تقوم به ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي في سقطرة من اقتحامات للمنازل واختطاف للمدنيين والنشطاء والصحفيين ودعت الرابطة في بيان إلى سرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين وحملت ما يسمى المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن سلامتهم وشددت على ضرورة التعامل بمسؤولية تجاه المدنيين وحفظ كرامتهم وحرياتهم وذكرت رابطة أمهات المختطفين بأن الإخفاء القصري الذي مارسته وتمارسه التشكيلات العسكرية والأمنية بعدا ما زال ملفا موجعا للإنسانية وتكرار هذه الممارسات في السقطرة يعقد فرص الاتفاق ويدمر السلم الاجتماعي اندلع حريق هائل مساء أمس في حي السنينة بالعاصمة صنعا به سبب انفجال خزان وقود ووفق لمصادر محلية فإن خزان الوقود يتبع القيادية الحوثي ناجي الحاكم والذي حول منزله إلى مخزر للوقود للمتاجرة به في السوق السوداء وقالت المصادر إن الحريق التهم منزل القيادية الحوثي ومنازل أخرى مجاورة وقدرت المصادر عدد المنازل التي تضررت جراء الحريق بخمسة عشر منزلا فضلا عن إصابة عشرات المواطنين نهاية الموجاز في أمان الله اشتركوا في القناة